الارضية المخصصة لبناء مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بزولات بدأ وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نيانج مامودو زيارته لولاية تيرزمور وقد تابع الوزير رفقة واليولاية سيد محمد المختار العبد والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين عرضا عن ملاءمة المنطقة لبناء المؤسسة وفي المباني الحالية لمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني تابع الوزير رفقة الوفد المرافق عرضا عن المدرسة ومجالات التكوين التي تفتح أمام الشباب كما تجول الوزير في الورشات والأقسام التطبيقية زيارة معاي الوزير كانت زيارة جيدة لطلاع على أحوال المؤسسة في الزوالات وكانت من أهدافها على أنها يشوفوا القطعة الأرضية التي تمتلكها المؤسسة والتي تحتاج للبناء وما يشوفوا الصيفة التي يدور بها التكوين المهني والفني على مستوى المؤسسة وتقابلوا مع العمال والأساتذة لطلاع على مشاكلهم كاملها ومشاكل المؤسسة والتزم معاي الوزير بحل ذوك المشاكل كاملها مبنية تحتية ومشاكل متعلقة بالعمال والأساتذة والتجهيز في أقرب وقت إن شاء الله لأن هذه كانت أهداف رئيس الجمهورية وهو يجسد هذه الأهداف على الواقع من خلال هذه الزيارة التي قام بها معاليه اليوم وتهتم المؤسسة بتقديم التعليم التقني حتى مرحلة البكالورية الفنية إضافة إلى التدريب على التكوين المهني المتوسط وسريع مساهمة في مد السوق الوطنية باليد العاملة المدربة بالشكل المطلوب لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة الزوارات